تعالوا بقى نروح للأخبار بدنعرف بعض الأخبار المحلية كده والعربية قمان العالمية من خلال فقرة الصحافة مع مرسلتنا نورهان طمان من مقر جريدة اليوم السابع. نورهان صباح الخير كده وطلعيني على آخر الأخبار أنا وكريم اللي عندك سواء محلية أو عالمية. تفضل صباح الخير عليكم مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهوان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع. لنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية. لكن خلينا قبل ما نروح للأخبار الرياضية نفكر مشاهدينا بمباريات اليوم في الجولة 25 من بطولة الدوري واللي هيكون على رأسها مواجهة النادي الأهلي لفريق حرس الحدود ساعة 8 على استاد الاسكندرية. كمان الاتحاد هيواجه نظيره المقصة على استاد اسكندرية أيضا. ولكن الساعة 3.5 والاسماعيلي هيواجه نادي مصر الساعة 6 على استاد الاسماعيلية. بينما هيواجه وادي دجلة نظيره المقاولين العرب الساعة 6 على ملعب بيترو سبورت. ومن موقع اليوم السابع كتيبة الأهلي تتحدى تموح الحرس على الحدود. صلت موقع اليوم السابع الضوء على اختراب النادي الأهلي من تحقيق لقب بطولة الدوري واللي ان شاء الله النهاردة هيكون فضله 11 نقطة لتحقيق اللقب. كمان النادي الأهلي متصدر جدول البطولة برصيد 65 نقطة وفي تقرير اليوم السابع كمان صلت الضوء على الأوراق الربحة للمدير الفني ريني فيلر النهاردة واللي على رأسها عودة علي معلول الظاهير الأيصر لقائمة الفريق بعد الإيقاف وغيابه عن مباراة دجلة الماضية. وكمان السنغالي إليو باجي وجناح الفريق وليد سليمان. ومن موقع سوبر كورا حسام البدري يطلب السفر إلى توجو بطائرة خاصة كشف موقع سوبر كورا عن طلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر السفر على متن طائرة خاصة إلى توجو. وده طبعا في قبل المباراتين المقرر إقامتهم في الفترة ما بين 9 إلى 17 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرا. ومن موقع كورا سموحة يختار جهازه الفني الجديد. قرر فرج عام الرئيس نادي سموحة تعيين أحمد سامي مدرب طنطة السابق على رأس قيادة فريق سموحة. طبعا دي خلفا لنجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني السابق لسموحة كابتن حمادة صدقي. وكشف موقع كورا عن أسماء الجهاز الفني الجديد لسموحة. وعلى رأسها أحمد حمودة مدرب عام. وخميس جعفر مدرب مساعد. وأحمد ناجي مدرب حراس مرمى. والإنجليزي ويليام مخطط للأحمال. وعلى المستوى العربي من موقع سبورت 360 الأهلي يطلب أحمد موسى والنصر يقدم عرضا جديدا. كشف موقع سبورت 360 عن عرض جديد تقدم به نادي النصر للموافقة على انتقال اللاعب النيجيري أحمد موسى لصفوف الأهلي السعودي. وده هيكون يعني عرض نادي النصر السعودي بطلب صفقة تبادلية ما بين نادي النصر ونادي الأهلي باستبدال الحارس الدولي محمد العويس بدلا من النيجيري أحمد موسى. الشلهوب يكشف حقيقة اعتزاله كشف محمد الشلهوب نجم نادي الهلال حقيقة اعتزاله وما تردد في الصحف السعودية في الفترة الأخيرة حول اعتزال اللاعب نهاية الموسم الجاري ولكن محمد الشلهوب فيه تصريحات إعلامية سعودية أكد أنه لم يقرر بعد حتى الآن قرار اعتزاله وقال كمان خلونا نفرح ببطولة الدوري ونديله حقه عالميا بقى من صحيفة مركة الإسبانية سنائية راموس تزلزل عرش أساطير أسبانيا والأرجنتين سجل سيرجيو راموس نجم نادي ريال مدريد وقائد منتخب أسبانيا مبارح في مواجهة منتخب أسبانيا أمام أوكرانيا هدفين في المباراة اللي انتهت باكتساح منتخب أسبانيا 4-0 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية هدفين راموس منحو الأفضلية ورقم قياسي جديد للعب بتسجيله 23 هدف دولي في 172 مباراة دولية وبكده يصبح اللعب أكتر مدافع سجل أهداف دولية ومن صحيفة سبورت الكتالونية محاولة أخيرة لإنعاش صفقة لوتارو وبرشلونة طبعا صفقة لوتارو وبرشلونة يعني يمكن كانت حديث الصحف العالمية لفترة طويلة جدا ولكن صحيفة سبورت الكتالونية قالت أنه الصفقة عادة تاني للأضواء بعد طلب يعني وكيل اللاعب من إدارة انتر ميلا للسماح بانضمامه لفريق برشلونة في الأيام المقبلة وده هيكون طبعا يعني بعد ما المدرب رونالد كومان طلب استقدام اللاعب في الفترة القادمة كمان خلونا نقول أنه غموض مصير ميسي بعد نهاية عقده هو اللي بيقرب لوتارو مارتنيز لانضمام لصفوف برشلونة دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو شكرا لكم زملائتنا العزيزة نورهان طمعا شكرا لكم شكرا لكم